بعد قرب الذكرى التمنى لمدبحة فضة اعتصام رابعة والنهضة بيواصل النظام ما سرته في الانتقام من كل اللي قاله في الشهلاء كلام ده دفع عدد كبير حقيقة من معتقل السجن العقرب مؤخرا سيء السمعة طبعا انهم يبدأوا اضراب عن الطعام بسبب سوء احوالهم داخل السجن واللي اصبح حرفيا مقبرة للسجناء بسبب الاهمال الطبي ومنع الزيارات المتعمد وظروف المعاملة والحبس غير الانساني اللي خل عدد متزايد يحاول ينتحر زي ما قلنا قبل كده على محمد اكسوجين وموكا وغيره خبره بيقولك عدد كبير من معتقل سجن العقرب شديد الحراسة يبدأون اضرابا عن الطعام احتجاجا على سوء الاوضاع داخل السجن كما سجل عدد من محاولات الانتحار بين المعتقلين بسبب التضييق ومنع الزيارات وظروف الحبس المأساوية بحسب الشبكة المصرية لحقوق الانسان أستاذة علاء القرضاوي كانت سبقت معتقل العقرب في الإضراب عن الطعام وقربت على شهر تقريبا مضربة عن الطعام بسبب اعتقالها بدون تهمة ولا جريرة سوى انها بنت الدكتور يوسف القرضاوي زي ما بتقول احدى النشاطات الحقوقيات اللي كتبت بوست على صفحاتها عن علاء بتقول راشا وجدان بعد اربع سنين حبس انفرادي نايمة فيهم على البلاط وبتمسح ارض الزنزين علاء بقالها 25 يوم في اضراب عن الطعام اعتراضا على حبسها بدون تهمة حقيقية فلا هي معارضة ولا مسجونة رأيه بيعقب والدها بازلالها جيل خلاصة طبعا التضامن مع اوضاع المعتقلين المأساوية دعا مجموعة من النشاطاء الحقوقيين انهم يدشنوا حملة للاضراب عن الطعام لمدة يوم واحد تعاطفا وتضامنا مع علاء القرضاوي ورفاقها فقط للفت الانتباه العالمي للظلم الواقع على هؤلاء البست عن الحقوقيين اللي اعلنوا دعوتهم للاضراب عن الطعام ويضربون بالفعل لمدة يوم دعما للمعتقلة علاء القرضاوي المضربة عن الطعام لأكتر من 20 يوم وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وثقت لهذا الاضراب وفعلا علاء القرضاوي دي صور لها وقادي مجموعة من المتضامنين معاها اضرب عن الطعام مع علاء القرضاوي مجموعة من الحقوقيين والنشاطاء اعلنوا بالفعل عن دخولهم في اضراب لمدة يوم تضامنا معاها ولفتا لأنظار العالم الصامت حتى الآن على الانتهاكات التي تجري بحق سجناء الرأي في السجون المصرية الحقيقة حالة علاء القرضاوي هي نموذج صارخ للظلم زي ما بيقول الدكتور يوسف نفسه واللي كان لي بوست مؤثر كتب البنت علاء انه يرفع ويجأر بشكواه إلى الله لأنه هذا النظام لا قلب له ده بوست أرشيفي للشيخ يوسف القرضاوي والدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كتب يقول لو كانت المنشدة يا ابنتي تجدي عند هؤلاء لنشدتهم لكنهم قسات القلوب غلاظ الأكباد نزع الله الرحمة من قلوبهم والمروءة من أخلاقهم لكني ألجأ إلى الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وكفى به وكيلة السجون بقت حرفيا مقابر للموت النهاردة مات الضحية رقم 32 من أول السنة اللي بيموتوا كل يوم من الحر والإهمال الطبي ويمكن حتى مصطفى بيقول لي أنهم بقى 34 قادي الضحية هو خذ الخبر الضحية الكام عندك شوف قبل قليل قادي يا سيدي الخبر بيقول لك أربعة ده نقلا عن حيث أبو خليله 34 شهيدا جديدا في المعتقلات شهيدة 34 من بداية 2021 بس والثالث خلال 24 ساعة استشهد المعتقل السياسي وليد صالح سعودي معتقل من أربعة أغسطس اللي فات استشهد داخل محباس وداخل قسمة أول المحلة مختنقا نتيجة التكدس وسوق التهوية وارتفاع درجات الحرارة الشديدة داخل حجز القسمة ما أنت ما تعرفش شوف أنت قاعد في التكييف وفي المروحة وعمال بتشكي من الحر وعرقان ما أنتش متخيل الناس اللي قاعدة في الزنازين دي حالهم عامل إزاي في الحر الناس بتموت جوه في العقرب وفي غيره وفي مقر الاحتجاز بقى الضحية للأربعة وثلاثين في السجون بدءا من عشرين وواحد وعشرين فقط تاخد واحد كمان المعتقل محمود عبد الحكيم الهمشري قارئ القرآن الشيخ محمود عبد الحكيم تلاتة واربعين سنة مات وما كانش تعبان ولا عنده حاجة داخل محبسه من موليد الشرقية الضحية الثانية والثلاثين في السجون خلال عشرين وواحد وعشرين المعتقل محمود عبد الحكيم الهمشري تلاتة واربعين عام شيخ محمود موليد الشرقية منيا الأمح ويعمل إمام وخطيب ومحفظ للقرآن وحافظ لكتاب الله مات في سجون الإهمال وفي أقبية الإهمال والموت الانفرادي استهداف أهل القرآن والدعاء بقى بالاعتقالات والإعدامات ما كانش الهمشري أولهم بالمناسبة كلنا فاكرين من إبريل اللي فات لما تم تنفيذ الإعدام على الرجل الشيخ الثمانيني الطاعن في السن الشيخ عبر حيم جبريل فاكره بتاع قضية كرداسة بتاع اقتحام قسم شرطة كرداسة اسمع كده جانب من تلوة الشيخ الهمشري اللي مات النهاردة قبل اعتقاله في 2019 وانت ما انتش عارف الناس دي بتموت ليه ولا بتعتقل أصلاً ليه الشيخ عبر حيم جبريل ده مات أعدم في نهار رمضان اللي فات والنهاردة الشيخ الهمشري بيموت نظراً لظروف الاحتجاز الغير أدمية في سجون النظام